بسم الله الرحمن الرحيم يا مرحبا بكم هل صحيح الهدوء والابتسامة تساوي الطريق الى قلوب الاخرين هل الكلام ده فعلا صحيح ومعنا وصفة سحرية تجعلك محبوبة بين الناس هل تريد معرفتها اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة فيديو جديد مفيد قناة مصادر الحياة قناة اجتماعية ثقافية علمية شعرها هيا بنا نحيا الحياة اول مرة تشاهد القناة او تشاهد القناة لا تنسى الضغط على الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد والمفيد لايك اذا عجبك الفيديو شير حتى نتعم الفائدة تشجيعا منك اه للقناة لا تكلفك شيء ومع موضوع النهاردة وهو وصفة سحرية تجعلك محبوبة بين الناس حقيقي حب الاخرين سبب من اسباب نجاح الناس حب الناس مصدر من مصادر الالهام والتوفيق حب الناس دليل على انك انسان ناجح حب الناس يفتح لك الابواب الملقة حب الناس يجعلك بين الناس مميزة في كل التصرفات سبب من اسباب النجاح في اي مشروع في اي عمل يتوقف نجاحك على حب الناس وحب الاخرين النهاردة بنقول بعض المعلومات او الاشياء بالضبط سبع اشياء لو تجنبتيها تجعلك محبوبة بين الناس يقع فائل كسير والكسيرات كويس في هذه الاخطاء بقصد او بدون قصد تجعله يفقد حب الاخرين ومع اول شيء يجب انك تحافظ عليه هو المحافظة على خصوصيات الاخرين كسير من الناس لا يعي لهذا الموضوع اي اهتمام خصوصيات الناس لا يمثل عنده شيء يتدخل فيما لا يعنيه في الفاضي في المليان فيما يهمه ولا يهمه اعلمه تماما ان خصوصيات الناس لكل انسان مهما كانت الصداق مهما بلغت درجة الصداق بين الاسنين لابد ان لكل انسان منطقة محظورة ما يحبش حد يطلع عليه فلا تتدخلي في هذه المنطقة ولا تحاول ان تتدخلي سالك يسبب كره للطرف الاخر لك فالمحافظة على خصوصية الاخرين من اساسيات حب الاخرين لك وكسب حبهم لك نقطة اخرى السؤال والدعوة لهم السؤال عن الناس اذا غابوا السؤال عن الناس في الافراح في الاطراح في المواقف السعيدة في المواقف الحزينة الدعاء للناس الصبر والتصبير عند الحزن والفرح معهم عند الفرح اي مشاركتهم افرحهم واطراحهم فمشاركتهم المواقف السعيدة مشاركتهم المواقف الحزينة كل ذلك يزيد حب الاخرين لك يجعلك حاضرة يجعلك حاضر بين الناس رقم تلاتة لا تتدخل في حديث لا يعنيك لا تتدخلي في حديث لا يعنيك اتنين باتكلمهم جاية انت تدخلي في الحديث ربما هم مش عايزينك تتدخلي في الحديث او تتدخلي في الحديث وهم بيتكلمهم في موضوع وانت تتدخلي بتتكلم في موضوع اخر وبعدين يصمت الاتنين الاخرين اللي بتحدثهم يقول لك انت بتتكلم عني احنا بنتكلمش عن الموضوع اللي انت بتقول عنه خالص احنا بنتكلم عن موضوع اخر وسبب لك احراج واصبحت في موقف لا تحسد عليه وايضا اسببت ضيق وضجر من الاخرين فلا تتدخل في حديث لا يعنيك الا اذا طلب منك ذلك رقم اربعة لا تبدي رأيك الا اذا طلب منك ذلك كثير من الناس يجد حديث كويس اتنين بيتكلموا في موضوع قولوا والله انا رأيي كذا 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 في الموضوع ده ومين قالك تقول رأيك مين طلب منك تقول رأيك كويس ربما الرأي ده لا يعجب طرف من الاطراف او لا يعجب الطرفين فسببت ضيق لأحد الاطراف او ضيق للطرفين لا تبدي رأيك الا اذا طلب منك ذلك معنا رقم خمسة الابتسامة دون تكليف نعم الابتسامة دائما هي الرسول والوصفة السحرية لقلوب الاخرين فالابتسامة كما نعلم هي ابتسامتك في وجه اخيك صادقة الابتسامة دون تكليف ناس تبتسم ابتسامة عزبة يحبها الناس ناس تبتسم ابتسامة مبتزلة مصطنعة يقرهها الناس اول شيء يتم قرأته بصدق الابتسامة الابتسامة تقرأ من الاخرين بصدق تماما فلا تستطيع انك تدحكي وانت محزونة قد تدحكي وانت حزينة واسألك الناس انت حزينة ليه لا يا جماعة انا مش حزينة والله انا بدحكه لا لا انت شكلك حزينة اذا لا تستطيع على الاطلاق ان تخدعي الناس بالابتسامة الابتسامة هو الكتاب المفتوح امام الاخرين الابتسامة هو الشيء الذي لا تستطيعين اخفاء ما وراء الابتسامة فهناك ابتسامة وراءها فرح وهناك ابتسامة وراءها حزن عميق. رقم ستة تجنبي النقض للاخرين على كل شيء. نعم في ناس مهمتها في الحياة تنقض كل شيء تعيب على كل شيء. تعيب في كل انسان لا يعجبها شيء على الاطلاط. بمعنى ان هي ذات الكمال صاحبة الكمال والدلال وكل الناس عيوب. وهي لا تنسى ان العيوب كلها فيها من اولها لاخرها. صنف من البشر هو اسوأ انواع البشر. من يصف الاخرين بالنقص من يصف الاخرين بالعيوب ويتجنب هو ولا يصف نفسه ولا يدري نفسه. عيونه دائما على عيوب الاخرين. عيونه دائما تبحس عن عيوب الاخرين ولا تبحس عن عيوبه كي يعالجها ولكن دائم النقد ودائم العيوب في الاخرين. فتجنب النقد للاخرين على كل شيء. واذا استدعى النقد واذا استدعى الموقف لان تنقضي فانقضي بحكمة كالجراح الماهر. حاولي ان تجرحي دون ان تنزف الدماء. نعم حاولي ان تجرحي دون ان تنزف الدماء. رقم سبعة وهي امدح الاخرين اذا احسنوا. نعم امدح الاخرين اذا احسنوا. واقبلي عزر الاخرين اذا اخطأوا. فهذا هو دليل الانسان السهل السمح. فالانسان السهل السمح. انسان محبوب. نعم امدح الاخرين اذا احسنوا. حتى امدح الاخرين على اي شيء. ولو كان بسيط. نعم المتح رسول من رسول المحبة بين الناس. فكل انسان يحب ان يمدح. نعم كل انسان يحب ان يمدحه الناس. حتى على الاشياء البسيطة. امدحي الناس على كل شيء بسيط شجعيهم اه يعني جرعة من الامل جرعة من الانكي مهتمية به جرعة من الاهتمام اجعلي احساس دائم عند الاخرين بانكي تقدر الاخرين لا تخفضي من قدرهم لا تقللي من قدرهم نعم واذا اخطأ الاخرين حاولي ان اه تقبلي عذر الاخرين دون اي اه يعني تكليف دون اي عتاب وفالطول العتاب يزيد الوحشة ويزيد الكره بين الناس نعم امدحي الاخرين دائما قولي للناس حسن قيلة او اه زكرة في القرآن وهذا امر يغفل عنه الكثير من الناس وقولوا للناس حسنة نعم القول الحسن امر واجب على كل انسان ان يقول كلام حسن للاخرين بكده قلنا سبع نقاط اذا تمت هذه السبع نقاط التزمتي بهم سوف تجدي اه قلوب الاخرين مفتوحة لك سوف تكسبي حب الاخرين واخر شيء معانا نرجع عليه تاني وهو دائما دائما حافظي على الهدوء والابتسامة فالهدوء فعلا والابتسامة هو الطريق الى قلوب الاخرين بكده نكون وصلنا الى نهاية الفيديو لا ننسى الاشتراك في القناة اذا اعجبك الفيديو لا تبخلي ولا تبخل علينا بلايك هذا لا يكلفك شيء ولكن تشجيعا للقناة وايضا عمل شير للفيديو قد يحتاج الاخرين لهذا الفيديو قد تقدمي لهم هذه المعلومة في خدمة تقدمي لهم خدمة هذه المعلومات قد يستفيد منها الاخرين الدال على الخير كفعله فانشري هذا الفيديو ولك الاجر والسواب والى ان القاكم في فيديو اخر نتمنى لكم جميعا التوفيق والسعادة ورزق حب الاخرين فحب الاخرين شيء لا يقدر بسمن ولا يشترى بسمن والى ان القاكم في فيديو اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهيا بنا نحن الحياة